أنا بقى الحقيقة للأفاضل خبراء التحكيم المصريين والله العظيم ليهم كل الاحترام كل الاحترام وانت عارفين طريقتي وطبيعتي واسلوبي أنا حتى لو في قناة النادي الأهلي واناك خطأ حقول عليه وانا متفق مع الناس على كده وقالوا لي خد راحتك خالص لا أحد يتدخل في عملك على الإطلاق فانا سألت واستقصيت بدل المرة عشر مرات عشان أعرف حقيقة اللعبة بتاعتها هي عطيها طلع لكن اكتفيت بيه اللي قالوا السادة الأفاضل الخبراء الأجانب لأنه كلهم الحقيقة يعني هوراسيو اللي زندو حكم نهاية كاس العامة 2006 قال لك حالة يهي عطيها طلع اتفق مع معيار عدم احتساب لمسة اليد حيث أن لعب الفرق الأخضر قام بركل الكرة على زراعة لعب الفرق الأحمر دون أن يقوم الأخير بأي حركة إضافية بالإضافة إلى ذلك لا يوجد خلف لعب الأحمر أي خصوم يمكن أن يستفيدوا من الكرة مما يعني أن هذه الحالة لا تسبب تأثير جمال الشريف حكم الدولي السوري وحكم كاس عالم مرتين قال اتحاد السكندري لا يستحق ركل الجزاء ضد الآهل ووضع يد يهي عطيها طلع صحيح حكم الإنجليزي مارك هالسي قال اتحاد لا يستحق ركل الجزاء أمام الآهل في لقطة يهي عطيها طلع فيه مباراة كان بديرها محمد معروف هني عفتاح سميهالهل وابرهام محجوب وعالفار كان واقل فرحان ومحمود أبو الرجال اللي عايزة أقول öyle إنه إحنا عن حلوة والمرأة مع النادي الأهل يا سيدي حتى لو النادي الأهل كان وحش حتى لو النادي الأهل كان صAY إحنا على الحلوة والمرأة مع النادي الأهل ولما يحصل ضروب خلاص أنا عندي يوم الثلاث مباراة وهنا أتوقف مباراة أستاذ أبيت جان اللي أنا حاسوا أنه ما فيش أقبال جماهيري أنتوا بتزعلوا أن عدد الجماهير بيبقوا إليه وأنا نشدت مجلس إدارة النادي الأهلي ونشدت المسؤولين واللي اتنين قلت لهم أرجوكوا خفضوا أسعار التذاكر من فضلكم نهاردة أنا بتفرج قبل ما أدخل هوا على مطشى حرس الحدود وسيراميكا فيه 8 تنفار في الملعب صار في النظر أنه هما مش فرق جماهيرية أو لكن فيه 8 إلى 10 تنفار في الملعب ده بجد مش بهزار الإسماعيلي بدأت تندع يعني فيه حوالي 3-4 تلاف متفرج وده كويس يعني بدأت تندع بعدما أزمة الجماهير انتهت وعادت الجماهير إلى المدرجات وهذا كان له أثر كبير في فوز الإسماعيلي اليوم 1-0 على بترجيت الجماهير الإسماعيلي صنعت السحر مع الفريق ورفعت رصيده إلى أربع نقاط فجمهور النادي الأهلي لو ما كنتش موجود في كل المباراة بلا استثناء بلا استثناء وأولها مباراة أستاذ أبيت جان بعد بكرة ده أنت عملت الرعب لفرقة العين بخبراتها بأسماءها بنجمها عملت حالة من الرعب فما بالك لما بيجي فريق لسه جديد لسه أول مرة يشارك منذ زمن ويلاقي 30 ألف هوادر داخل الاستاذ غنى وتشجيع ومؤذرة وكل حاجة موجودة في المدرجات أعتقد حيبقى اللوم على جماهير النادي الأهلي وأرجع تاني وأطالب مجلس إدارة النادي الأهلي وأطالب الناس المنظمين يا جماعة من فضلكوا تصرفوا في موضوع أسعار التزاكر وبالمناسبة أنا عندي في نفس اليوم مباراة مهمة جدا لمنتخب الشباب مع المنتخب التونسي والفوز لا بديل عنه من أجل التأهل صحيح هتكون في نفس توقيت مباراة الأهلي وأعتقد اتحاد الأفريقي هيكون من الصعب أو اتحاد شمال الأفريقي هيكون من صعب أنه يغير التوقيت لو قدرنا نغيره التمانية بأكواس لو ما قدرناش خلاص بس أرجو من جماهير الإسماعيلية أن تملأ استاذ هيئة القناة وأرجو أن يتم فتح الأبواب بالمجان لدخول الجماهير في هذا اللقاء مفيش أوضح من كده افتحوا الأبواب بالمجان للجمهور عشان يؤازر منتخب الشباب في مباراته أمام تونس منتخب النشئين بقيادة أحمد الكاس عمل ما يشبه الأعجاز خسر بخماسية في المباراة الأولى أمام المغرب والكل طلع التاريخ وأنا قلت هذا الفريق وإن شاء الله هيكون مستقبل مصر وأحمد الكاس لأنا بحبه جدا لأنه مدرب محترم جدا يعني الحمد لله فاجئنا جميعا نخفاز بالثلاث مباراة فاز على الجزائر اثنين واحد فاز على تونس ثلاثة اثنين ثم فاز على ليبيا سبعة واحد وتعادلة المغرب مع الجزائر وإحنا خدنا البطولة وتأهلنا من فضل الله سبحانه وتعالى مطلوب المسندة الكاملة لمنتخب الشباب وخاصة أننا هم نلعب على ملعبنا وسط جمهورنا نرجع تاني للأهلي وجمهوره مباراة استاد أبت جان أمانة في رقبتكم حضوركم مهم جدا 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 النادي الأهلي اتصرفوا بأي طريقة اتصرفوا لو عندكم دعاو كتير وزعوها على الناس لو عندكم فرصة تعملوا أي حاجة نعرف أن التذاكر تم طرحها اتصرفوا اشتروا تذاكروا ودوها بتمن مخفض للجمهور مش مهم الأهلي يتحمل الأهلي إدارة الأهلي قادرة على التحمل في المباريات دي وانت لسه بتبدأ دور المجموعات لأن عندك الماتش التاني أيرلاندو بيلتس في جنوب إفريقيا ماتش صعب في ظروف صعبة في حرارة في صفر طويل في شغلانة صعبة وبعدين عندك بعد كده فريق شباب بولزداد السنة اللي فات متعدلين معاه في القاهرة ومتعدلين معاه في الجزائر بمنطقة الصعوبة لو كنا خسرنا في الجزائر كنا خرجنا من البطولة فعندنا تحدي ما بعده تحدي أتمنى 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 أن احنا ننجح في حل هذه المشكلة عشان التلاتين ألف عن بكرة أبيهم يملأوا استاد القاهرة وحسنا أن عادت المباريات إلى استاد القاهرة مرة أخرى يعني فده أمر ضروري أن أنا بقوله لجمهورنا الجميل اللي يكون يعني حيملة إن شاء الله استاد القاهرة بالتلاتين ألف اللي موجودين أو اللي مسموح بهم يعني ترجمة نانسي قنقر